ينضم إلينا من إسطنبول أحمد كامل منسق إعلامي في الائتلاف الوطني السوري المعارض سيد أحمد بداية نشرت المعارضة على مواقعها على الإنترنت بالأمس فيديو يبين كيفية التعامل مع أي ضربة عسكرية محتملة ها هو الفريق الأممي قد غادر فجر اليوم دمشق هل بلغتم بمكان وتوقيت الضربة بمعنى هل هي واشيكة لا لم نبلغ بهذه الطريقة عملية التبليغ ولكننا على اتصال دائم مع المجتمع الدولي مع أصدقاء سوريا مع الدول التي سوف تشارك في هذه الضربة وهي لن تكون دولة أو دولتين أكثر من ذلك ونستنتج من كل ذلك أن الضربة فعلا هي واشيكة ويمكن أن تحصل اعتبارا من هذه الليلة لأن مصداقية المجتمع الدولي على المحق المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل أن يتم استخدام أسلحة الدمار الشامل على نطاق واسع وأن يمر الأمر مرورا الكرام سوف يكون هناك عقاب لهذا النظام اعتبارا من هذه الليلة طيب أنت تقول اعتبارا من هذه الليلة حتى مساء الأمس كان الرئيس الأمريكي أوباما يقول أنني لم أتخذ قرانا بشأن أي رد فعل ضد سوريا لكن جون كيري كان واضحا بالأمس تحدث بلهجة قوية يعني كيف يستوي كل ذلك مع توجيض ضربة عسكرية واشيكة الذي نفهمه من هذه التصريحات تكرار الرئيس الأمريكي لجملة أنني لم أتخذ القرار بينما نرى حاملات الطائرات تقترب من سوريا بينما نرى وزير الدفاع ووزير خارجية يتحدثون بحزم بأن الضربة قادمة نفهمه بأنه محاولة من الرئيس الأمريكي لتجنب الضربة عن طريق انقلاب عسكري داخل النظام إذا قام فريق من داخل النظام بإبعاد الرئيس السوري فإن الضربة لم تحصل بالنسبة للرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي يريد أن يذهب في الحل السلمي وفي الحل غير العسكري إلى أقصى درجاته وهو ما زال عنده أمل بأن هناك شيء يمكن أن يحصل في دمشق لتجنب الضربة هذا الشيء هو بالحد الأدنى تنحي الرئيس السوري تنحيه أو تنحيته نحن نعلم أن ذلك لم يحدث خلال السنتين والنصف الماضيتين ولا حتى انشقاقات عسكرية على مستوى كبير أو انشقاقات ديبلوماسية لكن هل يمكن أن يرضخ الرئيس الأمريكي لتشكيك الرأي العام الأمريكي في مدى جدوى تلك الضربة؟ حصلت انشقاقات بعشرات الألوف هناك ألوية منشقون وهناك خلية الأزمة تم تصفيتها جميعا لا نعرف من صفها ولكن النظام تم الوصول إلى نواته الصلبة عن طريق الانشقاق وعن طريق التصفية والنظام ليس متماسكا إلى هذه الدرجة من سوف يقومون بهذه الدربة لا يريدون إسقاط النظام ولكن الشعب السوري يريد شيئا آخر يريد إسقاط النظام وهو بالتوازي مع هذه الدربة سوف يسعى لذلك سوف يستغل الجيش السوري الحر هذه الدربة ليكون بالمهمة المكلفة بها من قبل الشعب السوري وهي تصفية النظام وإسقاطه والانتقال إلى دولة حرة ديمقراطية ومدنية سيد أحمد حدثني عن الأماكن التي قد تكون مستهدفة من قبل الغرب سواء في العاصمة السورية أو خارجيا لم يبلغ الاقتلاف الوطني ولا المجلس الوطني بهذه ببنك الأهداف التي تريد الدول التي تريد أن تقصفه ولكننا نعلم بأنها أهداف تتعلق بالمطارات تتعلق بقدرة النظام على استخدام السلاح الكيماوي أو بردعه إما ضرب الإمكانيات الكيماوية للنظام أو بتوجيه ضربة مؤلمة للنظام تجعله يفكر كثيرا قبل أن يكرر هذه الضربة والمقصود طبعا المطارات ومراكز القيادة وأيضا مخازن الأسلحة وهي كلها أهداف من الصعب جدا على الجيش السوري الحر أن يصل إليها فإذا هذه الضربة سوف تساعد كثيرا الجيش السوري الحر والشعب السوري في التحرر من اسطنبول أحمد كامل المنسق الإعلامي في الإتلاف الوطني السوري المعارض شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك